تقتل هزت مدينة الإسكندرية شمال محافظة بابل بعد أن أقدم رجل على قتل زوجته التي تبلغ عمرها 23 ربيعا ورمي جثتها من سطح المنزل الذي تسكن فيه من دون معرفة الأسباب التي تقف وراء هذه الجريمة تعذيب ممشويه وقال عينة ضافرها وعدها من خابرنا والطب العدلي قال بيتك عدها مراض مزمنة قلت لها لا معتها سوية عملية قلت لها لا هي عدها بل زائدة سوية عملية مال زائدة هناك من طب أن أهل المغيسل فتحات بالصف حمالتها منها ومنها ورجلها منها أنا مخيطينها من جو مخيطها بخيط مدين يعني مخيط مع العمليات قلت خانك خانك بالتقرير طلع خابرنا والتشريح قال بيتكم مخنوقة وشامرها من السطح عائلة الشابة المقتولة طالبوا القضاء والجهات الأمنية المختصة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني والذي قام ببيع أحد أجزاء جسمها قبل قتلها بمدة زمنية أريد من الدولة أن يشوفون شنو السبب هي تحذبوا بينتنا ومن راحت للمغيسل شاهدت نساني الموجودات راحت ما تحملن شافن التعذيب الموجود بيها طلع شاويها حارق رجليها رجليها مشقيقيها ومخيطيها بأبرى وخيط هيش 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 بمأسات عملية حتى دكتورة بالتشريح من شاف هاي العملية سألنا عملية قبل التشريح قال شنو هاي العملية قلنا لحنا ما نسوي لها عملية نطالب بإعدامهم ونطالب من القضاة الأعلى فائق زيدان ينظر لنا بهذه الحالة وإذا ماكوا يقولون إحنا ما نقدر لهيق القانون إحنا عدنا أعراف بالعشائر نعرف شون نصرف عدنا عشائر تصرف وتصير يعني بالوجه فإحنا لحد هذه اللحظة ساكتين على طريق القانون إذا ما يقدر القانون أكوا عشائر تقدر تصرف وتصرفها الخاص ويرى مختصون إن اتشار أفت المخدرات بين الأوساط الشبابية في عدد من المحافظات العراقية أسهم في زيادة نسب الجرائم الجنائية خلال السنوات القليلة الماضية من محافظة باب المحتز العبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر